خبر يدايق قطرسة بتكلم معاكم من شوية على حال النادي الإسماعيلي الواحد ما بيفهمش الأندية الجماهلية وكلمت عن الموضوع ده مبارح تحديداً نادي غزل المحل تحدست عنه غزل المحل الموسم ده بادئ بشكل رائع جداً جداً فوق كل التوقعات وينسى بالفضل الأول في هذا الأمر لمدرب الفريق بابا فاسيليو مع مجموعة جيدة من اللاعبين مع جماهير عظيمة هي جماهير المحل بابا فاسيليو النهاردة رحل رسمياً عن تدريب غزل المحل إدارة النادي إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحل كراية تعيين الكابتن عبدالبائي جمال مديراً فنياً وله كامل الصلاحيات لاختيار الجهاز المعاون له كما قررت الشركة شركة غزل المحل تعيين الكابتن واقل شكر في منصب مدير الكرة بغزل المحل نادي غزل المحل في بيانه قال في إطار من المحبة والود والتعاون أنهى مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحل برئاسة أسامة خليل العلاقة التعاقدياً مع بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول ليه؟ ليه؟ حد هيقول ليه؟ بس دي كواليس يعني والله أصلي يعني الراجل فلوسه بالدولار وفيه أزمة مالية في النادي وإحنا هندفع إزاي فلوسه ما هو برضو يعني لو هتجيب مدرب تاني هتدفع هتدفع فلوسه هتدفع حاجات مدرب ماشي كويس عشان خاطر الجماهير دي جماهير غزل المحلة اللي بتساند وبتشجع وفرحة فرحة من بسط أن فيه مدرب عامل نتائج جيدة